نعم سيد سالم اليامي وبالتأكيد كانت العلاقات السعودية الكويتية في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أروع وفي أفضل حالاتها طبعا بفضل السياسات الحكيمة للقادة في كلا الدولتين ومن ضمن الأمور المهمة التي تميزت بها الكويت في عهد الراحل أنها كانت بعيدة عن التجاذبات الإقليمية كانت بعيدة عن أن تكون أو تصطف إلى جانب أي من التجاذبات أو الاستفافات الدولية بل أنها قامت الكويت بأدوار وساطة مهمة أصفرت عن الكثير من النجاحات الإقليمية والدولية حدثنا عن ذلك أشكرك أخت الكريمة وأحيي من جديد السادة الضيوف وأجدد في الحقيقة أشد عبارة العزاء للأشقاء في الكويت وهم أهل وأصدقاء ومعارف بهذا المصاب الجلل سؤالك عن العلاقات السعودية الكويتية من يتفحص سير هذه العلاقات هي علاقات تاريخية وكان هناك وعي في الحقيقة حتى لدى الأباء المؤسسين في الجانب الكويتي وفي الجانب السعودي كان هناك فهما بأن الامتداد القبلي والامتداد الإنساني والامتداد الجغرافي والمصير المشترك وهذه معاني مارستها القيادات سياسيا واجتماعيا حتى قبل فترة بروز أو الوحدات السياسية في المنطقة ويدل على ذلك التاريخ المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية والذي يعني يؤكد أن الكويت دائما كانت تنظر حتى في أحلك الظروف ومنها لحظات الغزو المأساوي في تسعينيات القرن الماضي كان هناك البعد الطبيعي والامتداد الطبيعي لها وهو العمق البشري والجغرافي المملكة العربية السعودية وأيضا شقيقات الخليجيات يعني إذن عامل التاريخ هو كان عامل مضيء في حقيقة وأنا أؤكد حقيقة وأتفق مع ما طرحته بأن الوعي لدى القيادات السعودية والكويتية والأشقاء أيضا في الخليج كقيادات كان هناك وعيا خالصا بأن هناك مصير مشتركا يشكل وحدة هذه الدول هناك قضية يعني وهو الدور الكويتي في الحقيقة في القضايا العربية وهذا جزء من سؤالك يعني الكثير ربما يعني يحاول الفصل بين دور الكويت كوحدة سياسية صغيرة تحاول أن تنأى بنفسها عن ما ذكرته في سؤالك التجاذبات يعني ولعلنا نقول أو نؤكد كباحثين في العلاقات الدولية أنه يندر أن تنأى دولة يعني خاصة عندما تكون صغيرة وكلمة صغيرة ليس عيبا إنما هذا توصيف فاقعي أن تنأى عن التجاذبات الإقليمية وعن التجاذبات الجغرافية وتجاذبات السياسية ومنطقتنا في الحقيقة خلال الخمسة قرون الماضية العقود الماضية كانت منطقة شديدة التجاذب وشديدة الاستفاف ولكن السياسة الكويتية نجحت وبجدارة بأن تكون يعني توازن بين مصالح الكويت في المقام الأول استقرار المنطقة في المقام الثاني مصالح أشقاها العرب المصالح القومية سواء كانت مصلحة منطقة الخليج العالم العربي القضية الفلسطينية كل هذه كانت ملفات حاضرة وكانت ملفات موجودة وكان لاعب السياسة الكويتي كان يحمل مجموعة من الملفات التي يعني ربما لاعب آخر عربي يعني ينظر إليها أنها ملفات متناقضة ولكن يعني السياسة الكويتية والوعي الكويتي الذهنية الكويتية في التعاطي مع العمل السياسي العربي وفهم حقائق الواقع جغرافيا وجيوستراتيجيا نجحت في الحقيقة المرور عبر هذه السنوات بسفينة السياسة الكويتية إلى الأمام الشيء الأهم في الحقيقة وهذه نقطة أسجلها كباحث مستقل هي أن السياسة الكويتية أصبحت نموذجا يحتذى في السياسة العربية العربية ونحن نعرف أن السياسة العربية العربية خلال العقود الماضية مرت بتطورات مرت بنكسات مرت بلحظات تأزم في الحقيقة ولكن كان قائد السياسة الكويتية يجد طريقه بين الأشقاء العرب بين المعضلات السياسية الإقليمية والدولية ولعل آخرها التدخل والرعاية الكويتية في الأزمة القطرية والتي أنا أعتقد أنها اليوم خسرت أحد رعاتها أو أحد المهتمين بمحاولة مقاربتها وإصلاح الخلل فيها دوار الوساطة كثيرة ومتعددة نجح في القيام بها الأمير الراحل الشيخ صبح الأحمد الجابر الصبح شكرا جزيلا لك من أرياض سيد سالم اليامي البحث في العلاقات الدولية